هي معاناة اليمنيين في السفر خلال الأعياد بسبب غلق الحوثيين للطرق ولعل أبرزها في محافظة التعز الذي يعاني أهلها الأمرين في كل مناسبة اجتماعية أو دينية يتحول السفر بين المحافظات والمناطق اليمنية إلى معاناة كبيرة تصل أحيانا إلى سقوط ضحايا بفعل الحوادث خصوصا في الأعياد الدينية حيث يفضل غالبية اليمنيين قضاء إجازاتهم مع أهاليهم في قراهم الأصلية ومع إجازة عيد الأطحى أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة لفتح الطرق في تعز المحاصرة وبين المحافظات انطلاقا من إدراكها لحجم المعاناة التي يتكبدها اليمنيون ويتكبدها الأسر اليمنية في السفر إلى قراهم ارتفاع أسعار أجور السفر في مواسم الأعياد تضاعف من المعاناة إلى جانب استمرار غلق الطرق بين المحافظات وانتشار نقاط التفتيش التابعة للحوثي في واقع كهذا تبدو كلفة السفر ليست العائق الوحيد وإنما هناك عوائق كثيرة تهدد حياة المسافر أن المسافر في زمن التمرد الحوثي قد يصل إلى السجن أو القبر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة وقطع غيار السيارات فإن سائقي السيارات الأجر أيضا يتعرضون للابتزاز في نقاط التفتيش الحوثية إضافة إلى إيقافهم لأوقات طويلة بغرض التحر عن الركاب بالإضافة إلى ابتزازهم ورغم أن محافظة تعز تعد أكثر المحافظات من معاناة بسبب إغلاق الحوثيين لغالبية طرقها وفرض الحصار عليها إلا أن الحوثيين يمارسون عقابا جماعيا ضد اليمنيين في محافظات عدة من خلال غلقهم لطرق كثيرة منذ سنوات بين المحافظات كما يرفضون فتحها حتى الآن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات